بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا احنا تعودنا خلاص يوم السبت بنكلم فيه عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي دخلين بوابة عظيمة على منح ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي جعلها موجودة وجعلها من آياتي ومن نعمي وهي البوابة الكبيرة للسعادة وهي بوابة الجواز فأصحاب السعادة هم الزوجين والنهاردة عن كم الكلام كنا لازم نكمل بمعاني مهمة جدا جدا تتعلق بمسألة فاطة الخطوبة والحب وازاي نقدر نمشي في الاتجاه ده احنا عايزين نقول حاجة مهمة قوي ماينفعش حد يدخل الجواز إلا ويكون معاه أداة مهمة جدا جدا وميزان مهم جدا يوزن هو صالح للجواز أو ما الصالح عايزين نتأكد بقى إزاي إن ده الوقت المناسب للجواز اللي ممكن أبدأ فيه علاقة علاقة بناء أسرة شوف بناء أسرة حاجة ضخمة أعرف إزاي وإيه اللي يكون عندي إيه المعيار المهم اللي يكون عندي عشان أعرف إن أنا جاهز للجواز المعيار ده هو الاتزان احنا ما بنشوفش إن الشخص لو هو مش متزن إن هو ينفع الجواز وبمقدار ما الإنسان بيكون متزن بمقدار ما بيكون ساعتها قادر على الاختيار المناسب وقادر على إنه يبدأ وياخد قرار الجواز ويح ساعتها هيبقى لما هو هياخد قرار الجواز هيكون ساعتها حاسس براحة وبأمان مش حاسس بتزعزع ومخاوف ساعتها مش هيبقى كويس عليه إنه ياخد القرار ده مثلا إنه هيبقى كويس معايا ويتقي ربنا فيه ولا لا والخوف ده ما بيخليش الواحد حاسس ده وهي هتكون مرنة ولا هتكون مسيطرة ومتحكمة زي ممتها ولا لا يا ترى أنا هقدر أتحمل مسؤولية بيت وأسرة ولا لا أنا كده لسه مش مستقر أنا لغاية دلوقتي مش متزن وأنا شايف اللي الاتزان هو كان مقصود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من استطاع منكم الباقة تفلي التزوج يعني جزء من مفهوم الاستطاعة وإحنا عندنا استطاعة وعندنا باقة جزء من مفهوم أنا أستطيع هو أنني متزن طب أنا لا أستطيع لأنني مش متزن لأن الاستطاعة بتحتاج أن الواحد يكون سابت وراسخ كتير من اللي تجوزوا واللي أنا شفتهم في جلسات الإرشاد الزواجي ما كانوش قدرين على الجوازن يعني ما كانوش متزنين بالقدر الكافي اللي يخليهم يقدروا يدخلوا الجوازن طب أنا إزاي أعرف نفسي أن أنا أستطيع أنا متزن ولا لا في شوية حاجات مهمة جدا أن أعرفها ونعرف نفسنا ونقيس نفسنا عشان نعرف أننا متزنين ولا لا أول حاجة أنا قادر أدير ذاتي ولا لا فإذا كنت قادر أدير ذاتي فأنا جاهز للجوازن قادر أدير ذاتي يعني إيه أول حاجة منظومة قيمي حضرة في شخصيتي وفعالة يعني إيه ما ينفعش واحد مش قادر يحب ومش قادر يبقى عنده مودة يعني يحول الحب ده إلى حياة ويجعل بينكم مودة ورحمة أنا مش قادر أرحم حد وأدخل أتجوز اللي مش قادر يرحم حد يروح يتعلم الرحم طيب اللي مش قادر يرحم حد زي إيه زي شخص مش شايف غير نفسه والتاني ده تيعمل اللي هو عايزه يبقى إيه اللي حاصل يبقى هو مش قادر على الجواز منظومة القيم مش شغالة وعشان كده نشوف كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة إذا كره منها خلقا راضية منها الآخر فلازم قيمة الرضا تكون شغالة فيه ناس كتيرة بيدخلوا الجواز وهم مش متزنين لأن قيمة الرضا مش هو موجودة هو مش عارف يرضى فداخل الجواز وهو صاخط على الحياة وصاخط على كل حاجة فمش قادر يرضى فهيجوز إزاي لازم يتأهل على الرضا أنا أكلمكم من واقع اللي إحنا عشنا فإلا حاصل هو مش قادر يرضى طب إزاي هيدخل الجواز مع حد مختلف معاه يبقى فيه قيم لازم أتأكد أن القيم شغالة تاني حاجة لأن الجواز أصلا علاقة قيمية مبناها الموادة والرحمة والسكينة والرضا فلو ده مش موجود إزاي هنقدر نكون متجاوزين تاني حاجة عشان أقدر أعرف أنا أقدر أديري ذاتي ولا لا وأقدر أتجاوز ولا تاني حاجة أكون أقدر أشغر مهاراتي الزواجية ولا لا فمثلا أكون أقدر على الحوار أنا بنصح أي حد رايحي تجاوز ومش أقدر على الحوار يروح يتعلم إزاي الحوار يتعلم إزاي لما ينصت إليها من أعملش كده أيها خلاص الكلام فهي إيه اللي عاستقف أو هو أو هو بيتكلم هي تقوله ماشي ماشي لا ده مش حوار ده حالة من حالات الزهق فإن لي يحصل فيحسوا إن الحوار مش موجود لو الحوار مش موجود الحياة مش هتبقى موجودة ويتعرف هي إزاي تطرح الأسئلة وهو يعرف إمتى يحط السؤال مفتوح أو السؤال مغلق يعني مما يسألها أول ما يقبلها ما يقول لاش عملت إيه في الحاجة اللي أنا سبتها لك كده هي خلاص انتقلت من حيز الإيه من حيز الست المشاركة ليه في حياتي إلى الخدام أنا آسف يعني لكن لو دخل قال له عملت إيه في يومك النهاردة وفي نص الكلام جاب السؤال المغلق آه ده حاجة مهمة ده واحد بيعرف يدير أدواته الزوجية الحاجة التالتة إنه هو يكون قادر على التعامل مع احتياجاته لأن الإنسان اللي ما بيقدرش يدير احتياجاته وشايف إن احتياجاته نقص ويبقى ناهم بيها يعني مثلا زي الاحتياج الجسد بعض الرجالة بيقولوا أم أنا متجاوز ليه مش متجاوز عن شان عف نفسي صحيح بس دير احتياجاتك دي عشان الست في الحقيقة ما تحسش إن هي مجرد جسد عندك وبس أو إن هي شيء يستخدم وبس أو إنك تحسي إن الراجل لازم تدير احتياجاتك واحتياجاتك إن ده عايز الأمان آه بس مش كل ما تشوفيه تطلبي لإن هو هيحس إن هو ما كانت ايتي ام ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في إحنا في إدارة احتياجاتنا ادفع باللات هي أحسن في إدارة احتياجاتك ده كله أول حاجة بتأكد إن أنا متزن فيها اللي هي إيه أنا قادر أديري ذاتي ولا لا تاني حاجة بقى أنا قادر أعيش مع طرف آخر ولا لا واندمج معاه ده حاجة مهمة جدا لإن فيه ناس كتير بتدخل الجواز فيه ظاهرة أنا بسميها ظاهرة إيه زواج الزات هو متجاوز نفسه مش قادر يندمج حتى لما يحس إن هي هيمشوا مع بعض أو يعملوا حاجة مع بعض تلاقيهم قال لا هو عايز ياشل وحده فيبقى ساعاته وعايز يبقى الزوج العازل فهو لازم يراجع نفسه الأول هو قادر يندمج مع حد يشاركه تفاصيل حياة ولا لا وعندنا تمرين بنعرف فيها ده من ده مثلا إنه هو قادر يحس يفكر بإنه هو مكانها ولا لا لو هو مش قادر إن هو يفكر مكانها هو مش قادر يندمج هي قادر تفكر إن تحط النفسها مكان ولا لا اللي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه قادر يندمج معه وقادر يتفهمه وقادر يعيش معه يبقى تاني حاجة هو قادر يندمج ويعيش معه آخر ولا لا لأن فيه ناس كتيرا عاملة زي تقولك أنا عاملة زي الفريق ما أحب الشريك طبعا أنت تجوش الشريك حاجة إزاي فأنت لازم الأول خالص تكون عندك قدرة على الاندماج الحاجة التالتة اللي تيسمي بها نفسك أنت متزن وادر على الجواز ولا لا نسبة تقبل شريك حياة قد إيه يعني إيه إزاي هتدير الخلاف خلاف التنوع اللي بينك وبين شريك حياتك آه يبقى تالت حاجة إنت إزاي هتقدر تدير خلافتك مع شريك حياتك وإزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل حضرت النبي علمنا إزاي نسع الناس إنك لم تسع الناس بمالك ولكن تسع بأخلاقك وعشان كده لازم أنشط أخلاقي إيه اللي حاصل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آه طب ليه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في الحياة زوجية إن أنا لو إن أنا في المسائل الخلافية إيه اللي حاصل قدرت وجهة نظره وعملت المرة دي بوجهة نظره المرة الجاية هو يعمل بوجهة نظري آه ده حاجة فيها إثار وحاجة فيها كمان جمال آه ساعتها الناس هيقدروا يحسوا بذوق حلاوة ولا تنسوا الفضل بينكم فيه فضل أنا المراتي قلت له طب خلاص نجرب اللي انت بتقوله ده هو المرة الجاية يقوله طب خلاص والله المسألة فاتت ما زبطتش خلينا نجرب اللي انت بتقولي المراتي آه يبقى كده فيه إدارة للخلاف نخرج بقدر مشترك طول الوقت لازم كمان يبقى لازم عشان الشخص يحس ان هو متزن لازم ليه رؤية عن الأسرة والبيت وينشط المقاص يعني ينشط العبادة يعرف ان هو راح بيعبد ربنا في البيت ده عارف ان هو بيعمر عارف ان هو كمان بيزكي نفسه ايه ده يعني أنا ومع امراتي ازكي نفسي يعني أنا ومع زوجي ازكي نفسي ايوة يعني لازم ألاحظ نفسي ونفسي هي بتقولي ايه ده هو هيخليكي خدامة ولا ايه هو هيخليكي كده تحت سلطانه هو هيعمل فيكي كده ليه فنفسي لما تتقلب علي ايه اللي يحصل اقولها اليكي عني حبيبي انا الحاجة دي بتضيقني تعال نتكلم عنها شوي وانا مستعدة افهم انت عايز تقول كده ليه وما حسش ان انا بهين نفسي احس ان انا بقرب من حبيبي وهو لما ييجي برضو حاجة مهمة خالص هو لما يحس ان انت زعلت ان هي زعلت ايه حبيبتي انا قلت حاجة ديقك وانا مستعد على فكرة انه نغير ونتفق على حاجة مناسبة بنا واحد يقول لي الكلام ده جميل بس كان زمان احنا بقالنا دلوقتي سنوات احنا ممكن نعمله دلوقتي ايا كان مدة خدمتك الزواجية ايا كان مدة بزلك الزواجي نقدر نعمله دلوقتي حالة رابع خمس حاجة بقى يبقى احنا قلنا في الاول ايه يدير نفسه تاني حاجة بعد ما يدير نفسه يعمل ايه تاني ما يدير حاجة يكون قادر يعيش مع طرف اخر ويندمج معه يا سيدة احنا في الجواز بندوب في بعض فاذا ما كانش هو قادر يندمج هي هتعمل كده هي هتاخد كدف منه وهو هيبقى مسافة عنها هي تبقى عادة هنا وهو يبقى عادة هنا ما فيش اتقارب فلازم يكون هو عنده قدرة على الاندماج مع شركة الحياة تالت حاجة ان هو يقدر يدير الخلاف يقدر يدير مسائل الخلافية وكمان يبقى عنده تقبل لوجهة النظر الاخرى من شركة حياته الحاجة الرابعة ان هو يكون عنده رؤية للأسر وينشط المقاصد بقى مقصد العبادة ومقصد العمران ومقصد التسكية خمس حاجة يكون قادر ان هو يشوف الحاجات الحلوة في شركة حياته فيطلع الحاجات الحلوة من شركة حياته هو لو عمل كده هو جاهز كده ان هو ايه هو جاهز ان هو يدخل على الحياة الزوجية بس انا احذر بقى من حاجات كتيرة بتبين لنا ان الشخص ده مش قادر يكون آآ شخص آآ جاهز للجواز اول حاجة قولة عريض كده هو انا هجوزه عشان يستقر لا الله يستركم استقروا وبعدين يتجوز يبقى اول حاجة بلاش ايه بلاش فكرة ايه انا هجوزه عشان يستقر لا هو لو يتجوز وبعدين ايه يستقروا وبعدين يتجوز عشان هو لو ما استقرش الجواز اصلا اول ما بندخله فيه قرارات فيه جملة من العمليات ما ينقدرش ان احنا ننتظر فيها ولزاك ايه اللي حاصل الشخص اللي خارج من تجربة مطلق او واحدة مفركشة يعني سايبة الخطوبة الخطوبة لسه خلصانة حسوا انه ياخد قرار النواي الجوز لازم ايه اللي يحصل يتعافى يتعافى من علاقة السابقة اقول لكم حاجة من حياتي المشهورة جدا 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 لما الناس ما بتعافوش من التجربة السابقة يعمل ايه يحاول يشوف يضبط المسافة ما بين الشريك الحياة اللي في الجواز ده والشريك الحياة السابق لو كان مطلق او يعمل ايه او هي تشوف هو قد ايه فيه نسبة من خطبها السابق لكن ايه اللي حاصل نتعافى ونرجع مرة تانية عشان نقدر نشوف الناس بشكل صحيح يبقى ايه استقر وبعدين اتجاوز مش اتجاوز عشان تستقر دي عبارة فاسدة بتفسد علينا الزواج ليه وهو دوت برضو جزء من قولي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباقة فالتزوج اذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه لا الرجل ده لسه عنده حالة عنده اضطراب وعنده عدم استقرار ما يسمحلوش انه هو اتجاوز الحاجة التانية اللي مهم ان احنا نشوفها كمان ايه اللي حاصل وفي رعونا ولا احنا متريسين يعني يلا بسرعة بسرعة انا اسف يعني ما حدش الصدم فكرة ايه خيره برعجله ويبخت منوفق رسين في الحلال يلا نتجوزهم بسرعة يعني عايزين نفرح بيكم او بعدين لا يعرفوا بعض ولا هم اتدربوا على الجواز ولا اي حاجة فإن اللي حاصل يلا لا بلاش كده طب ايه اللي حاصل اتريس وحلل من غير سؤذن تفهم شريك حياتك وتديروا فرصة انه يتخلص من مخاوفه وتتكلموا عن مخاوفه وتزلوها وتتكلموا عن الصور النماطية وتزلوها وتشيلوا كمان تعميم الخبرات السابقة السودة وتتخلصوا منها عشان تدخلوا حياتكم على بيض على نظافة لكن احنا يلا 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 وبعد كده ايه اللي حاصل نحس بعد كده اللي يطلع بيتشكك اللي عنده وسواس عنده عنده نسبة كبيرة جدا 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 من وسواس التشكك فيخلي حياتها جحيم او هي ما بتقدرش تتعامل مع شخص من قرب فتخلي حياته جحيم ايه طب ليه ده كل لا نتريس ونحلل ولذلك ايه اللي حاصل خدوا وقتكم اه فترة الخطوبة ما تزيدش عن سنة بس كمان ما تكونش فترة الخطوبة شهر ده كتير ده أوليه خالص ده يعمل مشكلة يعني ما تنفعش فترة الخطوبة تكون مثلا لازم تتعدد تلاتة شهر وتقرب من الس كل ما قربت من الس كل ما بقت ستة شهر ورحى ناحية السنة كل ما كان افضل كل ما نزلت عن الستة شهر ورحت ناحية الخمسة والاربعة والتلاتة ما هي الحقوا يجهزوا ازاي ويفهموا بعض ازاي هكلمكم من داخل الخبرة اللي احنا شفناها فعشان خطري يتريسوا تريسوا ودربوا أولادكم وهيأوه الحاجة التالتة كمان اللي احنا لازم نشوفها بلا عليكم بلاش مبالغة في العواطف والمشاعر فكرة المبالغة في العواطف والمشاعر دي فكرة محطمة عارف ليه؟ بيقبلغوا في المشاعر والعواطف في فترة الخطوبة أنا أعرف ناس بيجوش تقولي يقولولي احنا مش لقين حاجة نعملها اللي ان كل عواطفنا ومشاعرنا عملناها في الخطوبة وهو هي بنتي استحلفك بالله تصدقيه ان انت لما تبلغي في عواطفك ومشاعرك انت هتقربي منه وهو هي بني لما هي تقولك انت ما بتبلغش في عواطفك ومشاعرك انت هتمثله بلاش مبالغة المبالغة بتخلي الحاجات مش حقيقية الحاجة التانية لازم يبقى عندنا الحاجة الرابعة لازم يبقى عندنا تصور حقيقي لأحبابنا وشاركاء حياتهم انهم بناء دمين مش ملايك انت انت يفيش زيك انت امر الزمان انت ملاك فييجي حاسبها لان هي ملاك وانت انت اكتر حد شهم في الجواس انا مش متصورة ان فيه رجل زيك وبعدين يطلع زي زي بيتي الرجال وبعدين تطلع انت ست زي يوم كلهم ومين قالك انه يمش ست ومين قالك انه يومش راجل يبقى ايه اللي يحصل بلاش رفع سقف التوقعات او كده ده مش اتزان على فكرة وكلامي بالخصوص من غير ما حد يزعل وكلامي بالخصوص الى بناتنا بلاش نرفع سقف التوقعات عيطلع بنا قدم عادي يعني بنا قدم عادي يعني ايه ليه تصوراته عن الحياة وبين مسافات حتى لو بتحبيه حتى لو بيدوب فيك هو بنا قدم طبيعي بنا قدم طبيعي ولزيك ايه اللي حاصل لابد ان احنا نفهم ده ونتعامل معاه ولزيك ده الانسان المتزن ولزيك ليس للمرء ان يزل نفسه قالوا كيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قال ان يحمل نفسه ما لا يطيق وانا ارى ان رفع سقف التوقعات فيها الانسان يحمل نفسه ما لا يطيق تقول لي طب بس انا عايز اتحب احب واتحب اه مال ده وترفع سقف التوقعات حبي بنا قدم مش لازم تحبي مش لازم تحبي رجل خارق مش لازم تحبي حبي بنا قدم بنا قدم كل ما تحبي بنا قدم وتعرف ان هو بنا قدم انت هتكوني متزن كل ما تحبي امرأة وتعرف ان هي امرأة طبيعية كل ما هتعيش معها بعد كده وانت حاسس من ان انت مرتاح لكن تخليها هي سقفك ان هي حور من حور الجنة وسقفك ان هو ملاك ففي الاخر خالص تقول انت صدمت مكنتش متصورة كده اه با عشان انت كنت متصورة ملاك انا مكنتش مصدق ان هي كده اه بس هي امرأة زي الستات وليس معنا كده ان احنا فينا حاجات وحشة لازم نتقبلها ابدا والله اللي احنا عليه ده احلى ما يكون اخر حاجة لازم نرعيها ونعرف ان احنا هنا متزينين لما نشوفها اني مش داخل الجواز عشان ألب احتياجاتي بس مش حقيقي احنا مش بنتجوز عشان اللي احتياجات فواحد متجوز عشان عنده اولاد واحد متجوز عشان تحس بالاستقرار واحد متجوز عشان تحب وتتحب ولا واحد متجوز عشان يعيش الرومانسية او صحيح الجواز فيه كل ده لكن الجواز اوسع من احتياجاتنا الجواز حياة واسعة مليانة بمساحات تانية نقدر نعيشها مع بعض ونعيشها مع شركاء حياتنا والمساحات دي بتقوي سلطنا ببعض وبتخلينا تزيد سعادتنا ونبقى جاهزين لسعادة ممتدة فيها فضل الله وكرم الله يا سادة لو عملنا الخمس حاجات دي ورعينا الخمس حاجات دي احنا اكيد هنكون عندنا حاجات رائعة ولازم نحس بحاجة مهمة قوي اختم بيها كلامي عشان تعرف ان انت متزم ولا المسئولية سواء كانت للستة او الراجل المسئولية مش عب المسئولية دي فضل من الله ومدد لان ربنا اذا كلف اعان فالمسئولية باب عشان نشوف مدد ربنا مش عشان نخاف وساعتها هنقدر نشوف قوله وتعالى وهو معكم اينما كنتم الست حاجات دي لو احنا شفناها وحاولوا تشوفوها وتسمعوها وتكتبوها وكل واحد يقس نفسه بيها قبل ما يدخل على الجواز هتلاقيه بتساعده قوي 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 عشان يعرف فين مفتاح السعادة وفين باب السعادة وساعتها لو لقاها السفات دي هو جاهز ان هو يكون من اصحاب السعادة يا رب يجعل كل احبابنا وقلدنا بناتنا اللي هم مقبنين على الجواز وكمان المجاوزين احنا وانتو كمان نكون من اصحاب السعادة يا رب العالمين وبالمناسبة كل اللي قلنا ده كمان ينفع المتجاوزين عشان كلنا ندخل من دام الواسع للسعادة وهو التوافق والسعادة يا رب العالمين جعلنا دائما من اهل السعادة واجعل بيوتنا يا رب محراب نعبد الله بالرحمة والمودة والسعادة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل ألقاكم عشان نجاوب على أسئلتكم ببركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي هي بتكون جسر بيننا دائم بنتواصل به وبيبقى جسر النور اللي بيخلينا دايما في مجلس العلم وفي بركاته وفي أنوره ومعانا أول سؤال النهاردة الأستاذ الرجاء من القاهرة أستاذ الرجاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا فند أنا عبتدي الكلام بالسؤال بتاعي عشان إيه محيولش حصيتك أنا سؤالي أن أنا واحدة عمدي سبعين سبعين بني ديكي الصحة يعني نور وبركة وفضل وخير كتير إن شاء الله إن شاء الله مشكلة لأننا في مشكلة ما تتحلش طول حياتي من أعودي يوم من تبطل غيث من أعوة مالزوم وفضلت بقى لنأخذ مواقف كنت سلبية عشان رضي السنين عشان الدنيا تمشي وعشان من نعملش مشاكل وعشان من ننفصلش عشان الفطر البيت والأولاد يعني العشرة كم سنة يا حج الرجاء أكتر من أربعين سنة أكتر من كم أربعين أربعين سنة طيب المهم هو إنسان عندك أولاد وأحفاد ولا يا حج الرجاء الحمد لله الحمد لله الحمد يجي نعمل ربنا نعم ربنا كتيرا بمتهاء طيب وليلي وبعدين المهم هو إنسان عصبي لأرصد إنس عالي غضوب كل الحاجات دي ما شبتهاش غير في العشرة المهم يعني غلت 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 معي كتير غلت في الإيد وغلت في الضبط فيي وفي أهلي إنو أهلي مش موجودين طيب فين السؤال بقى حج فين السؤال حج الرجاء ما نقص لحضرتك السؤال إنما بعد ما استحملت السنين دي كلها جينا في موقف هو مش عايزنا أتكلم مش عايزنا أقول له أنا كنت بشتغل على فكرة اشتغلت اشتغلت طول عملي اشتغلوا متباتي طيب قوليني السؤال بقى حج الرجاء معلش السؤال إن كان فيه موقف حد جدا منه حد لأرصد أنا منزعة وأنا مش أدري كتبت كنا منزعة كثير بس فت بقى أنا كم سنة على ده على ده لا لا ما فيش سنة دي شهور طيب هقول لحضرتك نعمل ايه حج الرجاء هقول لحضرتك ويا ربي هو يكون كمان سمعني بص يا بص حضرتك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إحنا لما بنكبر بنحتاج للونس أكتر صحيح لما بنكبر بنبقى حساسين أكتر بس زوجتك دلوقتي بتقول لك أنا محتاجا لك ومقتضى الشهامة والرجولة اللي انت كنت بتكلم الناس عنها ودايما بتقول ان انت من مكان يعني بيعرف يعني ايه شهامة ورجولة وأهل المكان اللي انت تولدت فيه وعشت وعشت فيه جزء من حياتك الناس بيحافظوا على ال على الستات فعشان كده لازم انت تقف جمي ست محتاجا لك ويا لحمك ودمك وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول انت لسه حتى الآن بتعولها بدل هي مراتك كيفية انها تحملت الغضب والعصبية والإهانة هالجزاء والإحسان إلا الإحسان أحسن إليه واتق الله طيب وانت بتقولي لي أقولك لازم أقولك حاجة لان المشكلات كلها بيبقى لازم كل واحد من الطرفين عنده وحص فيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأوا بالسلام خليك انت الخير وبدأي بالسلام وما تقولي ليش الله يسترك عملت كده كتير ما والخلق ده بيفضل معنا طول حياتنا فلذلك إيه اللي حاصل نصحت لكي ان انت تعملي بحديث رسول الله سلم خيرهما الذي يبدأوا بالسلام رجعنا لحضرتكم ومعنا السيدة مؤادم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله دائما على طول بقول له حتى كنا هاجبت لحياتك سؤال كده سريعا كده بقول له حبيبتك انو انا من كم شاعرك انت متخلق مع جوجي انا و اهلي وحسن اخيها كبيرة قوي وهو عور اخويا وهو بعدها تحبت ها دي معركة بقى يعني دا ما كانتش خناء دي كانت معركة بقى وتعوير ومعرفش ايه؟ قوت حبت وخرج دي عشانوا تسمحهم وبص ايديهم وبص دماغهم ودي بص دماغي وقالي بص قوتك بص جيفت الكلام سأقول له هو الوقت قاعد عن ضمي وانا قاعدة بعيالي باتي هو بحاله وانا بحالي بس هو لم تحب يشوف عياله وانا بخليه بيشوف عياله بس هو دلوقتي اني بأهلي عادي مكاتل انك كرم كتير والله يعني هم دلوقتي المعركة دي صفت على ايه بقى ان هو بس على جماله وانا يعني ربنا هو بيتامح وانا سامحته والله سهل بس قلت له انت عن ضمك وانا في حالي قال لي ما كيش اي مشكلة وكده انت سمحته يعني هو بما اني حصل معرفش ايه فانت هو عنده اهل وانت عنده اهلك كده انت سمحته لغاية بقى ما نفوس تهده لان اخواتي قلبوا علي وتحولوا علي وبقوا مشتموني وتحجموا علي وبعدلولي وكمان عايزيننا اطلق منو فانا قولت وهما كده بيحبوك يا اخواته انتو انتو كده بتحبوها كده حميين الدار وحميين الزمار وكده بيحبوك يعني اهما عايزيننا اتطلق منو هو رحلوهم هو رحلوهم انك عشان يبوصه وتمخه فهم تردوهم الله linear هم رحلوهم على حيبوس ودمخهم بس هم ترادوه وقال لي أنا خلاص أنا عادت معي زيانينك بتقلي أنا هم ترادولي حتى أنا من يروس به رسالة وعيب ورسالة فين سؤالك يا مؤادة أنا دلوقتي ببكللشي والدي ووالدي مثلا كلام أخواتي وجاي علي يا جامد أوي يا شيخ وأنا بحبه أوي وأنا بعيزه جدا إنه هو مش بنسباني أبا وأخي جير جدا أنا وليسه ميتة بقالها السنة بس هو كان أخ وصاحب وكل حيب ووالدي مثلا كلامه اللي هو والدك يعاني خليني لو هو بيشوفني أو خليه يشوف اللي أنا أقوله ده وقت بعد كده أنا بقوله اتقي الله في بنتك اتقي الله في بنتك يعني هيجي يقولي بقى أصلا انت مش عارف إلي حصل ولا حاجة خالص دي حمقت ناس في بعضها كده وحصل غلط والولد اعتذر لو كانت المسألة ما تتعلقش بالأخلاق وتتعلق بالوقفة حتى لو محتاجة وقفة حتى لو محتاجة وقفة بنتك بين عليها ان هي ابلت وسمحت الراجل فانت لازم تكون انت بتمشي في إصلاح ذات البين لان اللي بيصير في إصلاح ذات البين ويا الله سبحانه وتعالى بيسهله طريقي للجنة فانت ازاي عايز تخلي بنتك تعيش مأساة ان هي تبقى مطلقة ويبقى معاها أولادها اللي مش هتقدر ترعاهم لوحدها طب ليه؟ ليه ده كله؟ اتق الله سبحانه وتعالى في بنتك وكون عونا لها على الشيطان مش عونا للشيطان عليها وكون عونا لها محدش يقول لي انت مش عارف هو عمل ايه؟ انا بتكلم عن صوت واحدة بتقول انا عايز ارجع بيتي وخيفة على زعل ابويا اللي انا بحبه انا بقى عايز ولدها ما يزعلش بالعكس هو يزعل ويحس ان هو ما رباش بنته التربية الصحيحة على القيم وعلى الاصول لو ان هي عايزة تسيب جوزها بعد ما هو جي بس ايديها وبس دماغها وبتقول كمان بس ارجع ليه؟ بالعكس انت لازم تعلمها ان هي تحافظ على كرامة ابو ولادها وان هي تعيش معا العيشة الصالحة انا موافق ان انت تشرت عليه ان هو يحسن معاملتها انا موافق كمان ان هو يعتذر لو كان هو غلط فيك وفي اخواتك وفي ولادك لكن انا مش موافق على خراب البيوت اللي يسعى في خراب البيوت ينزع منه البركة واللي يسعى في تعمير البيوت ربنا يزاود بركة في حياته فانا بقولك لا الكلام ده مش مناسب واتق الله ويا بنتي لو بتسأليني عملي ايه؟ احسني الى والدك وارجعي بيت جوزك معانا الاستاذ طارق اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بريتك انا سعادي في مده الحلقة عن الخلافات دايما ممكن ترسل طلاقة عشان الخطر لنعيش طيب فعلا ولا انا غلطان يعني انا رجل ضمن لما قد اخرج عن مصر انا رجل ضمن الخمسة في المياه الظروف رحشة جدا كويس فدايما زوجتك بتختلف معاك عشان امور المعيشة مصاريف البيوت طبعا تمام انا يعني انا ضمن الخمسة في المياه بوجي معالي الشمريكت عشي فارثة مني انا بوجي اني بقى لرسيد الرئيسة انا وي يعني رأينا في المده الخمسة في المياه انا من حظة جنة تمام مركز مجي حمادي طيب يا سيدي اهم حاجة بس خلينا نتكلم في موضوع زوجتك ده يا ست العزيزة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويباركلك يا سيدتي المعنى اللي احنا لازم نعيشه دايما في حياتنا ان كل ما تآلفنا يزيد يزيد الرزق كل ما اجتمعنا كل ما يحصل ساعة في البيوت اول حاجة انت لو قادر تسعى اسعى ما توقفش مش معنى ان احنا من خمسة في المياه ان احنا ما نسعاش اسعى وان شاء الله ربنا هيديك الرزق الواسع ان شاء الله فيبقى الرزق الواسع ليك والاهلك والناسك ودايما احنا بندعم كل احبابنا اللي هم دايما بيسعوا وبيتحدوا ظروفهم كل ما تتحدى ظروفك وكل ما تسعى هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيباركلك وهتلاقيها هي كمان رضي ان شاء الله فاعمل كده وان شاء الله ربنا يوسع عليك يا سيد طارق معانا الاستاذة هدى تتفضل السلام عليكم يا فاند وعليكم السلام وراح الله وبركاته بقول لها ديك انا عندي سؤالين كده تفضلي اه انا دهوقتي بروح لجوزي كل جمعة طراب طيب يعني مسموح ولا ممنوع طيب ده سؤال السؤال التاني في نفس السؤال برضو يعني انا انا نفس تعبين اعمل ايه ما شو هو برضو سانعه تاني سؤال والدتي عندها تتاو سبعين سنة كده كده بقى ام تلاتة كده بقى ام تلاتة مش عافلين اعمل لها ايه والدتي اكمالها عندها تتاو سبعين سنة ما بتصليش عشان ازهايمر ولا بتصليش بعد الشر يعني هي كويسة كل ما نقول لها بتقول انت هتحذبوني انا مش عافلين اعمل لها ايه بصراحة طيب انا اجاوبك اجاوبك هتلات اسئلة اول سؤال هي بتروح تزور الجزء زوجها لسه متوفي فبتزور الجزء كل اسبوع لا ده مفوش حاجة لكن انت قلت حاجة تانية مهمة ان انت نفسيتك تعبانة فانت كل ما بتروحي قد تكون بتعملي حاجة بتجدد عليك الالام انا نصحتي اني مش لازم تروحي كل اسبوع ليه طيب ما تروحيش كل اسبوع عشان ما يتجددش عليك الالام نصحتي روحي كل شهر عشان ايه اللي يحصل عشان تاخذ فرصة اني حياتك تتجدد وحياتك وتحاولي تشوف نعمة ربنا عليك في حياتك وانا شايف كمان اني اني بس مش فاكرة اني والدتك ما بتصليش مهما كلمتيها انت حاسة ان انت عليك اعباء كتيرة فارجوكي ما تخليش والدتك عبق عليك ازاي ما تخليش والدتك عبق عليك والدتك كل ما تعملي لها الحاجات اللي بتسعدها كل ما تحاول تخففي عنها كل ما هتكون هي قريبة من ربنا زي بالزبط اولادنا كل ما نحسن اليهم كل ما يحبوا ربنا معادلك كده ربنا خلقها طب نعمل ايه عن انصحها هنجبرها مش هنقدر نجبرها طب انا زعلانة ان هي ما بتصليش هي انت متعرفيش ايه الاترابة اللي في نفسها دلوقتي فنعمل ايه نسعدها لو هي بتقول انا مش هقدر اتوضى وضيها لو هي مش هتقدر حتى تحط المية لان هي خايفة ان يحصل لها مرض ولا حاجة خليها تتيمن يسررها مسألة الصلاة كل ما تيسررها مسألة الصلاة وكل ما تخليها تفرح وكل ما تخليها تخرج من الكآبة اللي هي فيها كل ما تلاقيها بتقرب من ربنا يا رب سعدنا على ان احنا نكون عاون لأحبابنا على نفسهم وعلى شيطانهم يا رب العالمين وجعلنا باب رحمة وبركة على الناس كلها احنا يا سادة اتكلمنا النهاردة على حاجة كانت مهمة جدا وهي مسألة الاتزان الاتزان هو مفتاح باب السعادة والإحسان يا رب اجعل اجعلنا جميعا نكون من اهل الاتزان عشان نجدد مفاتيح السعادة ونفتح ابواب السعادة وتكون مفتوحة على مصرعيها لما نعرف ان الاتزان يفتح ابواب العطف والرحمة والجمال والحنان واكيد بيفتح كمان مدد الرحمن يا رب جعلنا دايما من اهل الاتزان وبرك لنا ومدينا بنورك وجعلنا دايما من اهل العطف والإحسان يا كريم يا ودود يا رب العالمين 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 يا رب العالمين